اشتركوا في القناة وكانت لك اول مشاهدة لقناة مستر نورو للمعلوميات لا تنسى ضغط على زر الاشتراك تفعيل مع خاصية الجرس ليسلك كل ما هو جديد شيء ثاني جميع رابط تطبيقها تقوم بتحميلها اسفل هذا الفيديو من موقعي مستر نورو للمعلوميات تطبيق بسيط خفيف يعطيك ضائرة حلقية تكون على هاتفك تقوم بعدة مهام وتختارها انت بنفسك اخي الغالي كل ما عليك تحميل تطبيق اسفل الفيديو بعدها مباشرة ضغط الزر عليه واحدة يخبرك يجب ان تعطيه الصلاحية تضغط اوكي ثم اوكي لتفعيله من الاعلى هنا يخبرك ان تقوم بالضغط عليه هكذا ليعطيه الصلاحية بعدها يخبرك ان تذهب الى الاعدادات الخاصة بك وتعطيه الاكسيبيليتي تبحث على انستالت سيرفيس تضغط عليه هنا تجده جي توتش كما تلاحظ تضغط عليه من هنا ثم تعطيه الصلاحية هكذا مباشرة تضغط على اللون عادي جدا بعدها تعود الى التطبيق حيث سوف تجد عليه هذه الضائرة التي ظهرت معنا وتستطيع تحركها وتضعه في المكان الذي تريد هذا بالنسبة الاعداد الاول تضغط عليه من هنا تختار يعني اللون الذي تريد ان يكون على تلك الدائرة مثلا لون تجرب انت هذا اللون سوف تصبح باللون هكذا وبعض الاعدادات التي لا انصحك بان تقوم بها باي تعديل لان التعديلات الافتراضية تكون جدا رائعة شيء الذي يهمك هو الاعمال او المهام التي يقوم بهذا الزر يعني لو نضغط على الزر الآن يعني ضغطة واحدة سوف يرجعني الى الخلف يشاهد ذلك انظر معي هكذا ضغطة واحدة يرجع بك الى الخلف عادي جدا هذه بالنسبة الى يعني الامر الاول شيء الثاني يوجد عليه نعم هي مكتوبة لكن انت اضغط عليها واختار الشكل الذي تريد ان يكون عليها يعني يستطيع حتى ان يقوم بقفل شاشة الهاتف مباشرة سكرينشوت انظر معي جيدا تجد سكرينشوت مرتين اخذ لنا صورة على التطبيق مباشرة ولا تضع هنا في البسط تستطيع ان تقوم بسحبها في المكان الذي تريد ان تنضع ونحن هنا في المكان الذي تساعدك في العمل وايضا يوجد امور اخرى مثلا سويب اوب وسويب داون مثلا نقوم سحبها بالأعلى انظر معي سوف يقوم باللوكسكرين الهاتف انظر معي جيدا ها هو لكم كما لحظت معي مباشرة سحب مرة يقوم باقفال هاتفك يعني لو كانت استعمل هاتفك وارد اقفاله بطريقة سريعة دون استعمال الزر او ما شبه ذلك تستعمل في مباشرة ها هو لكم ولها سرعة رهيبة في العمل اخي الغالي ويوجد ايضا بعض الامور التي تكون عليها يعني الخاصة بهكذا يعني ايضا وضع عليها سكرين وتستطيع ايضا تغيير فيها بالشكل الذي يساعدك مثلا نأتي الى هنا اختار الامر الذي يكون عليه مثلا هنا الخاصة به تضغط عليه ويجب ان يكون لديك الاسدار السبعة فما فوق يعني حتى تحصل على هذه الميزة الرائعة وتستطيع استعمالها في استرجاع التطبيق اخر يعني مثلا سوف نضع في سوف نضعها في المكان الذي يقوم باستعمال التطبيق الذي كان قبلها. مثلا سوف تضغط سوف يعطيك الاعدادات التي تخنى اليها الخاصة بالتطبيق هو التطبيق صراحة جد خرافي يوجد عليها الامر الاخرى التي تستطيع تعديل عليها من هنا اوضر سيتينجز لا يهمك يعني خاصة بيعني سانسيفيتي خاصة بالهاتف او ما شابه ذلك. هو التطبيق رائع اتمنى منكم ان تقوموا بتجربته لو نال اعجابكم لا تنسوا نشره لتعم الفائدة كما اخبركم دائما ولو كان يعني نال اعجابك انت لا تنسى تغضر زر اعجاب اسفل هذا الفيديو ولو كانتك او المشاهدة لقناتنا كما اخبركم دائما لا تنسوا النشره حتى تعمل الفائدة بيننا. لا اطيل عليكم اكثر من هذا استوديكم في الا الذي لا تظل ودايا وسوف التقي في حلقات قادمة معكم ان شاء الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مع السلامة.